يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليك اذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو او شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجالي لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما و جميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعده يعني هس ما متحققها ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحشو ياك هاي الكلمة فاذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا تصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انو هنا عندك لاقت مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلت ثقة بنفسك انت لعب مو بيك انت ما بيك عيب ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انو هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انو يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيركم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل سخلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانو حسيت انو هم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انو انت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس انو هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس ان هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته لان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن لحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انو هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي ويشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه نصف النفسورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد اتدور وراك الشخص اللي وراك اشوف انو اكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبولة اتجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخص من الماضي ويطالع من حياتك صالدة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة اتجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكون هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول ان هو يجي يحكي اياك الفترة الجاية بس للاسف انو اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بيه مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بيه او دتمر بيه حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعد تسلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انو انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريد يطالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت ابطاقة الشفاء دا تحاول انو تستجمع نفسك وده تحس انو انت مو غير قادر على انو حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانو العلاقة اللي انت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت التحارب هوايا تطريت التواجه ناس وهوايا حاولت انو تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لانو اشوف اكو طرف صارف هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فالهسبب انت خايف انو تفتح قلبك انت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انو ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انو اكو شخص راح يخونك وكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انو تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انو يعني تاخد خطوة جديدة انا اشوف فترة اخد فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه اكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هس انا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحتي الاملية خلونا ننتقل لصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء اشوف انو برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير شنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان وعدك بيه وشنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انو يتوفر مصاريف البيت اذا شنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لينو قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا شنت تتحاول تشتغل في سبيل انو اتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعض الظروف والحضر والمارف اشوف انو انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يأثر على نفسيتك هوية وده يأثر على بيتك على مصاريفك فده اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عدكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هوي قاعد تفكر هوي تريد انو هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت ما قاعد تقدر انو تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع هذا او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار مازل خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال 6 اسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء لبعض من عندكم باعد يعاني من الام بالاقدام ومأثرة عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للمساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انو اتحافظين او ديرين بالت على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انو اما انتي كنتي حامل وهذا على الاغلب انو اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيش اشارة انو خلي بالت من نفسك هاي الفترة وحملتش شوي راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملت جديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس احاولي انو تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانو هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلافوية احدا من العائلة كأن يكون اخ او اخوة على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبين كلام او ممكن هذا الاخ او مشارط اخي يعني شخص من العائلة ما اخذ منك حق او ان هو حاش عليك شي ضرم المهم قاعد اشوف انو اليك حق يم شخص من العائلة وانت نوعا ما مأيس انو هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انو هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي ما اخذه من عندك ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلام احد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن هي تخص نقول اوضاع مادية كورس يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيانا هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون يتقربون من عندك ولكن انت مقاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون وياك داي حاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت مقاعد تقبل ان هذول الاشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي يطالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ستة أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وانت وردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى صنغل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق العلاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على اغلب انت عارف وهنا أنا عندي اوراقة انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره ممكن تكون طاقته شوية كبيره هنا طالع يمي طالع يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجب صورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيك طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تيجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا الشخص قاعد يحجو يا او هو هيك و هيك شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطر يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوفوا انه العلاقة ماريتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فاما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشيء متعبك بس اللي قاعد اشوف انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عند عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا شوف انه راح يحاول يتواصلوا ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس رجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم انه ما كوش ينتهي هو اذا يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اياك ويصالحك ياثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو ماثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو يا شخص غيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو ده يحاول يوصلك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص النرجي سيدي وموجود اللي عنده طرف صارث بحياتك هذا اللي تنطي فرصات انا اقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدع حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعادت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اول اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب نفس الشرط بلازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لانحنا كلنا طاقة فانت هسا طاقة اللي تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريسة هي الطاقة راح تسحبك ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بلك نفس الشي اللي يصار وياك وياه هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر على مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء عزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اليوك عن قريب ففي حال تواصل اليوك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلص هيا قبل ما لانه القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعتلي برج الحوت طلع مارتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما اخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجبها اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزاء سووا لك اذا عزبتكم القراءة تركودي اراكم